بعد ذلك جاءت شبهة قال المرة الفاتحة والله انا جاوبت جاوبت مشا هناك بعد ذلك جاءت حجارة الحجارة جاءت منه ولا من بيت قال هو ندبه جاي عليم ربون والله في النهاية قال لو انا شاير اللي كيس بتاع گروش ولا شنو كيس گروش ويت بتشيل كيس گروش ويتم امين ذاته في النقل ولا امين في الناقل قال شاير اللي كيس گروش وماشي وجنب عسكري وجزو الخطف ولا سرق اها اقول يا العسكري كده اشركت بالله تعالى من قال لك اشركت من قال اشركت النبي صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم قال والله في عون العبد ما كان العبد شنو في عون اخيه من قال اشركت بالله تعالى انك عسكري جنبك نحن من قبل بنفهم فيه نقول لك زول ميت كيف تنادي وعمل قطع وزول غايب كيف تناديه غايب دي معنى مش جنبك زول عسكري والتالي تعالى والاخيري ونصرك دي ما فيه اشكال دي قال الرسول عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم قال المسلم اخو المسلم وذكر في الحديث قال لا يكذبه ولا يخذله ولا يخذله المسلم ده بشوف اخاه المسلم في قربة ما بيخذله بيقيف معاه لكن ده حيه ده حيه وده عسكري هذا حيه جنبك وبيقدر يجيب الحاجة وبيقدر يتابع الحرام يجيبه بيه مسدس بيجيبه دي شي فيه مقدوره لكن الشيخ مات تقول لا الحقني ويتا فيه مبدا وهو في الشيكينيبه الحقك كيف انا دار عارفه دي علاغته بالعسكري جنبك شنو دي علاغته شنو الله قال اموات غير احيائي وما يشعرون ايانا يبعثون لو قال اموات مش كفاية لكن قال لك اموات غير احيائي اكد لك الموت ذاته اموات غير احيائي تلاتة وما يشعرون ايانا يبعثون